أهلا بكم في محوان الأخير والحديث فيه حول تطورات الميدانية على أرض قطاع غزة أرحب بضيف الكريم في هذا المحور نضار أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري نضار بك مساء الخير مساء الخلاف أهلا بك في نبض بلد نعم و بدي أبدأ اليوم خلافة للعادة بمجزرة الطحين إن صح التعبير لنفند سوية كيف نقرأ كل ما نشير حول هذه المجزرة وأبدأ من فيديو الاحتلال الذي نشره باعتبار أن التدافع هو سبب الشهداء الذي سقطوا في هذه المجزرة الجديدة نعم أستاذ محمد تحدث الاحتلال حين وجه له انتقادات كثيرة واستحوذت هذه الانتقادات على أغلب المواقع الإخبارية فخرج بروايته على لسان الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال وقال أن الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث ثم نتيجة تدافع حصل بالقرب من شاحنات توزيع المساعدات نعم من نبض البلد سنؤكد بالخرائط والصور الجوية أن ما حصل وننقض الرواية الإسرائيلية ونكذب الرواية الإسرائيلية ونعزز من خلال المقاطع التي نشرها جيش الاحتلال المقاطع المصورة أن ما حدث وعدد القتل الكبير والشهداء الكبير الذي وقع أثناء هذه الحادث هو نتيجة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال والتي تعتبر في كل الأعراف الدولية جريمة حرب نتيجة إطلاق النار على مدنيين عزل أثناء محاولة وصولهم إلى المساعدات في هذا المقطع الذي بثته قوات الاحتلال مصور من قبل الجو تظهر هذه الشاحنات على الطريق هذا الطريق قريب مما يعرف بدوار البساتين هذا الدوار في شمال قطاع غزة على شارع الرشيد مباشرة ونرى الأعداد الكبيرة من المواطنين يحاولون الوصول إلى شاحنات أو إلى المساعدات التي جاءت إلى شمال قطاع غزة نذهب إلى الصور الجوية التي تم الحصول عليها وتعزيزها من نبض البلد برسومات تشبيهية في الصورة الأولى التي قمنا بتأكيدها اسمعني خيرنا ما سنستعرضها حتى تبدأ الشرح عليها نضال بك لحظة هذه الأعداد الكبيرة من الذين يسقدموا هنا في هذا المقطع بالتحديد هذه المنطقة والتي راح ضحيتها 112 شهيد و760 مصاب وصلت شاحنات الإغاثة إلى منطقة شارع الرشيد المشارع إليه بالخارطة مباشرة وكان ذلك فجر يوم الخميس 29 من هذا الشهر تقول رواية جيش الاحتلال التي جاءت على لسان ناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال أن الشهداء نتيجة التدافع لكن هذا موقع الحادث على شارع الرشيد موقع حدوث المجزرة بجوار أحد أشهر صلاة بيع السيارات في قطاع غزة وتقع على شارع الرشيد بالقرب من دوار النابلسي هذا الدوار الذي يظهر على الخارطة تقريبا بالمربع الأحمر عند صالة عرض السيارات وبالتالي على بعد 2.5 كيلومتر من ميناء غزة الظهر على الخارطة مباشرة وهذه شاحنات على طريق الرشيد في هذه الصورة بالتحديد بجوار الشاحنات ظهرت دبابتين في مرمى نيران الدبابات وجد عدد من المدنيين من أهل قطاع غزة والذين كانوا تجمعوا قرب شاحنات للحصول على المساعدات ولا يظهر الفيديو الذي نشروا الاحتلال أثناء التدافع الشاحنات التي كانت تسلك هذا الطريق لكن في الوقت ذاته يظهر وجود عدد من الجثعمين كانت بالقرب من الشاحنات وعلى الطريق المقابل لهذه الشاحنات وليس بنفس الطريق التي كانت تتواجد فيه الشاحنات مما يعزز الرواية أن جثث الشهداء التي كانت ملقاة على جنب الطريق لم تصل بعد إلى شاحنات الإغاثة أظهر الفيديو الذي عرضه جيش الاحتلال هروب عدد كبير وعدد بشكل مفاجئ بالقرب من الشاحنات لم يصلوا إلى الشاحنات وهربوا باتجاه معاكس لاتجاه الشاحنات باتجاه معرض السيرات القريب من التقاطع الشارع وبالتالي هذا يعزز على أن الرماية التي جاءت إلى المدنيين العزل لم تكن بالقرب من الشاحنات بل كانت من خلال الأفواج التي كانت تتقدم باتجاه الشاحنات وهما يفسر سبب الهروب بطريق معاكس لطريق وجود الشاحنات في هذا المقطع أيضا الذي تظهر فيه الدبابتين وجود الدبابات كان على بعد 550 متر من وجود الشاحنات وأيضا الاتجاه الذي سلكه المدنيين أثناء هروبهم كان باتجاه معاكس لاتجاه الشاحنات ثم في تقدم الشاحنات لم يظهر أي إصابات الآن بدأت عملية الهروب ونلاحظ في المقطع أن عملية الهروب كانت معاكسة للشاحنات بمعنى أن إطلاق النار لاحظ هنا أن عملية الهروب كانت باتجاه الدوار مما يعزز أن عملية إطلاق النار جاءت من الدبابات القريبة من الشاحنات ولم تكن الإصابات من الشاحنات هذا ما تقصده في الهروب من محيط الشاحنات باتجاه مناطق أخرى لأن قوات الاحتلال باشرة تطلاق النار لا يمكن أن يكون الهروب من التدافع نعم صحيح 100% نعم نعم يعني عدنا نتكلم عن حي الزيتون مرة أخرى بعد 149 يوم من العمليات العسكرية بمعنى أننا غدا ندخل في الشهر السادس من العملية العسكرية بأطول عملية في تاريخ كيان الاحتلال وبالتالي عدنا أو المقاومة نجحت في إعادة الاحتلال إلى المربع الأول وتتكلم عن حي الزيتون وعمليات في حي الزيتون في حي الزيتون لاحظ في هذه المقاطع طريقة الاحترافية في خروج كمائن المقاومة وطريقة الاحترافية في خروج المقاومة من مناطق استمكانها واستهداف آليات الاحتلال هذه الدبابات للفرقة المدرعة 162 وعلن الاحتلال أن من يقاتل في حي الزيتون هو لوائل من الفرقة المدرعة 62 مجمع لها بعض كتائب النخبة بمعنى أن من تبقى من بقايا قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة باتت تقاتل في حي الزيتون الكثير من المراقبين يتساءل لماذا حي الزيتون حي الزيتون نقطة استراتيجية تمسك طريق عمر المختار الجنوب حي الزيتون بالقرب من مجمع الشفاء وتكلمنا عنه ببدايات نفض البلد كثيرا هذا الطريق طريق عمر المختار وتمسك أيضا طريق صلاح الدين الذي يفصل شمال قطاع أو يمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة وبالتالي اختيار حي الزيتون من قبل المقاومة لم يكن عبثيا ولأنها بقع استراتيجية تمسك الطرق الرئيسية التي يتحرك عليها قوات الاحتلال لأن الاحتلال يتحرك ضمن طرق رئيسية في هذا المقطع أيضا تظهر عملية استهداف آليات الاحتلال وهنا أقف عند هذا الاستهداف هذه الآلية آليات الميم 113 لم نأحد ولم نشاهد سابقا في مقاطع الاحتلال ظهور آليات الميم 113 ناقلات الجنود كل ما كنا نشاهده في مقاطع السابقة هي لناقلات الجنود النمر التصنيع الإسرائيلي لكن أن أبتنا نشاهد مؤخرا تقريبا من فترة أسبوع في المقاطع لتبث المقاومة سواء خاصة في شمال قطاع غزة آليات الميم 113 ماذا يعني ذلك؟ هذا النوع من الآليات وهذا النوع من ناقلات الجنود أوقف العمل فيه في جيش الاحتلال منذ 2008 وكانت أحد المراجعات الاستراتيجية والفيدباك لحرب الـ 2006 في جنوب لبنان أن يتم وقف العمل في ناقلات الجنود الميم 113 عندما نعاود الآن في قطاع غزة نشاهد الميم 113 بعد 149 يوم من العمليات العسكرية هذا يعزز ما تكلمنا به من نبض البلد أن الاحتلال يعاني من خسائر كبيرة في الآليات وبالتحديد في ناقلات الجنود وهذا سبب استخدام هذه العلية نعم طيب سرايا القدس أيضا بثت أيضا فيديو آخر يتحدث فيه عن العمليات في قطاع غزة وتحديد عبسان الكبيرة عبسان الكبيرة ظهرت مؤخرا العمليات العسكرية فيها طيب لماذا عبسان الكبيرة ورأس الحربة في جيش الاحتلال يقاتل في بني سهيلة وهي النقطة المتقدمة وللتبع تقريبا من 2 إلى 2.5 كم عن عبسان الكبيرة هنا يبدو أن قوات الاحتلال إما أن المقاومة دفعت الاحتلال للتراجع إلى عبسان الكبيرة بمعنى شرق بني سهيلة 2.5 كم أو أن المقاومة باتت تقاتل خلف خطوة قوات الاحتلال وبالتالي هذا يفسر أننا نسمع عن عبسان الكبيرة ورأس الحربة للفرقة أو لفرقة المظليين 98 في بني سهيلة لاحظ عملية اقتناص دبابات الاحتلال هذه اللواء المدرع السابع وهو اللواء المدرع الوحيد الذي بقي يقاتل في خان يونس لأن باقي الألوية المدرعة تم سحبها وتم الاكتفاء بألوية اللواء المظليين 98 الآن استهداف هذا النوع من الآليات يوحي أيضاً بارتفاع خسار قوات الاحتلال في الآليات وأن المقاومة بدأت ترفع من وطيرة عملياتها ونؤكد ما قلنا بالنبض البلد أن حدة العمليات العسكرية أن المقاومة بدأت تقاتل بحدة عمليات مرتفعة ويبدو أن من خلال مشهد الكل للعملية العسكرية أن المقاومة انتقلت من الدفاع إلى الهجوم لأن الاحتلال بات منذ فترة 72 ساعة تقريباً فقط يتلقى ضربات المقاوم وهذا يوحي بأن الاحتلال يتعرض لخسار ويفسر يوم الخميس قام الاحتلال بسحب لواء مظليين من خان يونس يوم الخميس تزامن مع الفترة الزمنية التي قلناها من نبض البلد أنه كل عشر أيام يقوم بسحب جزء من الوحدات للتعرض للخسائر وبالتالي سحب لواء المظليين ما الذي جاء محل لواء المظليين لأن الاحتلال قال أن هناك وحدات ستدخل محل لواء المظليين أدخل لواء جديد يعرف بلواء بسلماخ ما هذا اللواء؟ هذا اللواء عبارة عن ثلاث كتائب من كتائب التدريب من مدرسة مشاه جيش الاحتلال وبالتالي عندما يقوم بسحب لواء مظليين مدرب تدريب نخبة لديه آليات مجهزة للقتال في مناطق خان يونس ويحل مكانه جنود مدربين أو جنود في مدرسة مشاه في مراكز تدريب أنا أعتقد هذا يفسر ويؤكد أن الاحتلال لم يعد يملك ترف القوات العسكرية للقتال وبالتالي بدأ يذهب أو يزج بالوحدات التدريبية في ميادين القتال وذلك سيرفع من وتيرة خساره طيب القراءة لأكثر من نحن نحكي عملاً عن ثلاث أيام على الطورات الميدانية وكيف سيكون الشكل القادم من ضروريك؟ نعم نحن أمام التصاعد في المسار السياسي المسار السياسي بدأ يقترب قلنا من نبض البلد أننا ونؤكد الآن من نبض البلد أن المؤشرات على الأرض في المسار السياسي القواعد التحليلية تشير إلى أننا قد نذهب إلى مبادرة سياسية ما بشكل ما قبل رمضان وهذا رغم كل ما يوحي على الإعلام إلا أننا أمام محاولة صراع إعلامي بين الطرفين كل يريد إثبات شروطه على الطاولة إعلامية ولكن سنذهب باتجاه المبادرة وقبل رمضان فيما يتعلق بموضوع الخسارة أعتقد أن الخسارة سترتفع قلنا بالنبض البلد قبل عدة أيام أننا قد نشهد مقطع مصور من المقاومة للأسرة الموجودين لدى المقاومة وقد بث هذا المقطع وضغط على الشارع إسرائيلي الذي خرج باتجاه وبالتالي كل المؤشرات الآن تصب باتجاه المسار السياسي والدبلوماسي هل هناك مزيد من ملاحظات بعجالة؟ هذه الملاحظات الموجودة وأعتقد أننا خلال أيام قد يبرز لدينا معشرات أكثر توحي بأننا قد نستطيع أن نتوقع ما الذي سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة نعم أشكرا كل شكر الخبير للإستراتيجي والعسكر للنظار أبو جيد على حضورك معنا ليلا شكرا جيرلك